بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعظيما وإجلالا ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا وما أتت نفحات اليسر ناسخة من المكاره ألوانا وأشكالا ونصلي ونسلم على عين الرحمة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة أيتها السيدات نقف مع اسم لصورة هي صورة الأعراف وصورة الأعراف معلومة مشهورة وهي صورة مكية إلا ثماني آيات كما يقول بعض الرواة والإمام البيهقي في الدلائل ينقل عن ابن عباس أنها نزلت بمكة كاملة وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في المغرب وهذا الإسم الأعراف عرفت به منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال زيد بن ثابت لمروان بن الحكم ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار الصور وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بأطول الطوال وهي صورة الأعراف وكذلك سماها ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة في باب سجود القرآن وكان الفيروز أبادي في تفسيره بصائر ذوي التمييز يقول إنها تسمى أيضا صورة الميقات قال لاجتمالها على ذكر ميقات موسى عليه السلام الذي قال فيه المولى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا وعن زيد بن ثابت أنها نزلت بعد صورة صاد وقيل إنها نزلت بعد صورة الجن وابن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير يقول أنها أنزلت في آخر الأهد المكي وليس بعد عامين من البعثة كما ذكر أيضا في بعض الروايات لأن الصور الطوال لم تنزل إلا بعد ذلك كما هو مشهور لقد افتتحت هذه الصورة بقوله تعالى ألفلام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين وهذا لون من التسري على النبي عليه الصلاة والسلام ومن شد أزره في تلك المحن التي تتوالى والتكذيب الذي كان يرد في كل حين والأذى الذي كان يلحقه والأعراف جمع عرف أو عرف كما يقول بعض اللغويين وهو أعلى الشيء ومنه سمي عرف الفرس وهو الشعر في أعلى رقبته ومنه عرف الديك وهو الريش في أعلى رأسه والأعراف أل هنا للعهد وهي كما هو معلوم أماكن بارزة يمكن أن تكون لمراقبة العدو وترصده أو تكون العوضا عن المضاف بمعنى وعلى أعراف الصور يمكن أن يكون هذا إلا أن المعنى أن هناك قوما يكونون يوم القيامة على مرتفع بين الجنة والنار يشهدون ما لأهل الجنة من نعيم وتكريم وما يلقاه أهل النار من جحيم مقيم ذميم ويظهر أن هؤلاء سيتبرؤون من أولئك فيتفاخر الداخلون إلى الجنة بنعيمهم ويتحصر أهل النار على مصيرهم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لأنت الله على الظالمين والقرآن يقول وبينهما حجاب أي صور يمنأ هؤلاء عن أولئك ولكن على جبل الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وهذا الصور مذكور في قول الله تعالى من صورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بصور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يقول ابن عباس إن الأعراف إنما هي حجاب بين الجنة والنار وقال أيضا هو تل بين الجنة والنار وقد قيل سموا أهل الأعراف بالإضافة إلى جبل الأعراف أو إلى تل الأعراف لأنهم يعرفون أصحاب الجنة من أصحاب النار فجاءت كلمة أعراف وقد اختلف في نوع هؤلاء الواقفين على الأعراف فقيل إنهم من الملائكة وقيل إنهم صلحاء فقهاء علماء وقيل إنهم أنبياء وقيل إنهم شهداء وقيل هؤلاء الشهداء العقون لوالديهم فيحبسهم العقوق عن الاستفادة من الجهاد والدخول إلى الجنة مباشرة وفي حديث جابر تنصب الموازين يوم القيامة فمن ثقلت موازينه دخل الجنة ومن خفت موازينه دخل النار قيل فمن استوى له الحسنات مع السيئات فلم ترجح هاته ولا تلك قيل أولئك أصحاب الأعراف الذين لم يدخلوها وهم يطمعون وليس ذكر الرجال في الأعراف بمانع أن يكون هناك نساء بعضهم قال هو خاص بالرجال الذين عملوا ما لا يدخل في اختصاص النساء وعلى الأول يكون إطلاق الرجال تغليبا ولكنه يضم أيضا النساء التي هي جنس مع الرجال من نفس خلق الله تعالى من بني آدم ولعل وقوف بعض الذين يدخلون الجنة في جبل الأعراف لما عملوا من السيئات لم تمنعهم من دخولها في المنتهى ولكنها لم تجعلهم من السابقين السابقين فقد ورد في القرآن الكريم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى فالمؤمنون لا محالة آيلون كما هي عقيدة أهل السنة إلى أن يدخلوا الجنة في المنتهى وأن يغفر الله لهم والمشهور أن هؤلاء الرجال من الأمة المحمدية الذين يقفون في جبل الأعراف بين الجنة والنار ويطمعون أن يدخلوا إلى الجنة وهم يحيون أهل الجنة أن سلام عليكم ويرغبون في البعد عن النار وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دائما في كل مجلس من مجالسه اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم فكان يتعوذ من عذاب النار في الدنيا ليعلم المسلمون بأن ذلك أمر شاق كبير وهؤلاء الواقفون على جبل الأعراف سينادون من أهل النار بأنه لهم عذاب شديد ومقام لا يحسدون عليه فهم يحمدون الله تعالى على أن وقفوا في ذلك المكان الذين يرون منه أبا جهل وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيد والوليد بن المغيرة وغيرهم ممن يُعرفون بسيماهم لما كان لهم من شهرة وكبرياء وكان لهم من عظمة كانوا فيها في الدنيا يحسبون أنهم في مقام هم بمنأة عن أن ينالهم أن ينالهم عذاب الله والقرآن قال ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وما يقولون عن المستضعفين والفقراء المؤمنين أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون وبالتالي فإن رحمة الله ستنتهي بالإنسان إلى أن تغفر له ذنوبه قال الشاعر أنا مذنب أنا مخطئ أنا عاصي هو غافر هو راحم هو كافي قابلتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبا أوصافه أوصافي وإلى فرصة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة